الموهبة عطية إلهية تمنح للإنسان هناك من يبرع في اكتشاف موهبة والاستثمار فيها وهنا تمتزق الموهبة بالتمكن فيكون الإبداع وقتها تأتي المحصلة غنية وفريدة وباقية لا تموت مهما مرت الأيام هذه الكلمات البسيطة شكلت السمات الأساسية لموهبة ثرية فكان الإمبراطور الموهوب أحمد زكي الملقب بالنمر الأسود ولد الفنان أحمد زكي في الثامن عشر من نوفمبر في محافظة الشرقية عاش يتيما وفي مدرستها الصناعية كانت تجربة النمر الأسود المصرحية الأولى وبين جنبات مصرح المدرسة الصناعية ودروب محافظة الشرقية الواسعة ظهرت الموهبة الحقيقية لمولود الفن الجديد بعدها جاء البري حاملا حقائب التي حاوت من الموهبة أكثر ما كانت تحوي من منتلكات شخصية ووحدها الموهبة هي من فتحت له الآفاق فالتحق بمعهد الفن المصرحية وخلال دراسته كان ظهوره الأول في مصرحية حاما دومها ثم مصرحية هالو شلبي وتستمر أيام الماحد بشقائها ومتعتها حتى تخرج منه عام 1973 وبعدها كانت الانطلاقة الفنية بما تحمله من متعة وشقاء فتشكلت كارزما النمر الأسود المتفردة خلال أعمال شتى فرأينا الأدوار المختلفة التي أتقنها ببراعة متناهية عرفنا من خلاله معنى الاندماج مع الشخصية وعشنا معه حالة التقمس التي أتقنها فتوحدنا معه بينما هو متوحد مع شخصه لدرجة محت كافة الفروق كان طه حسين حينما قدم الأيام صار عبد الناصر في ناصر 56 أجاد وتأدلق عندما قدم شخصية أنور السادات في أيام السادات وأبدع أيضا عندما قدم البواب في البيه البواب وبرع تماما في تقديم الصورة الذينية عن هذه الفئة المهمشة كما أتقن اللعب بالبيضة والحجر وعتقدنا هشام ضابط المباعث في زوجة رجل مهم كما كان بريئا في البريء فمن منا ينسى أحمد سبع الليل وغيرها الكثير فصندوق خزائن الإمبراطور مليء بالكنوز الثمينة والنفيسة التي قلم توجد في أي صندوق آخر في مثل هذا اليوم ولد النمر الأسود وفي لحظات خاطفة رحل عنا ليؤكد لنا أن العمر ما هو إلا لحظة ولكن بقيت أعماله خالدة